بالطبع روسيا فاوضت سابقا والجميع أن يعلم أن هنا كانت مفاوضة إسطنبول وكانت من نتائجها سحب القوات الروسية من حوالي العاصمة كيف؟ ولكن كما رشح بعد ذلك من مسؤولين أوكرانيين قالوا أن أوقفت هذه المفاوضات وكل اتفاقية التي تم التوصل إليها الولادة التحدة الأمريكية وبريطانيا حسب تصريحات المسؤولين الأوكرانيين الذين شاركوا في هذه المفاوضات الآن الواقع مختلف تماما روسيا قد تجاوز العقوبات الغربية ولم تتأثر عليها بالعكس أن تأثرت بشكل إيجابي وأفضل طبعا عادت النهضة للاقتصاد الروسي وعودت الاهتمام بالصناعات المحلية وانهاضها والوصول إلى مراحل جيدة جدا من تسليح القوات والقدرات الروسية على الأرض من خلال تحقيق انتصاص الهجمات المضادة أو الهجوم الكبير الذي طبعا تم الإعلان عنه سابقا في الصيف والتدمير هذا الهجوم وفشلك بشكل كامل والتقدم الروسي الذي نراه الآن على الأرض الآن واقع مختلف تماما بالضافة لواقع مهم جدا هو ما يجري الآن في منطقة الشرق الأوسط واهتمام الغرب والولايات المتحدة الأمريكية زعيمة العالم الغربي مهتمة الآن بالقاعدة الأساسية لها في الشرق الأوسط إسرائيل ومساعدتها ولن تهتم كثيرا الآن بأوكراينا وتصريحات أوكرانية والفاشلة طبعا أوكرانيا أثبتت أنها غير قادرة ولا أحد يحب الفاشلة والخاسر هو خاسر ولكن هناك حرب تصريحات كاملة الآن الرئيس بوتين يتكلم من خلال واقع مفروض الآن روسيا قد ضمت أقاليم من أوكرانيا وليس مستعد أن تتنازل عنها الآن الجيش الروسي هو الأقوى الآن على الساحة وهناك كل التصريحات ورد على التصريحات الغربية إذا تجاوز الغرب خطوط حمر من خلال أرسال قوات مقاتلة للنيتو إلى أوكرانيا عند ذلك سوف تستخدم روسيا كل الوسائل المتاحة لها من أجل الدفاع عن حدودها وأمنها القومية دكتور سليم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أكثر من مرة لوح بأن بلاده مستعدة لحرب نووية برأيك هل فعلا روسيا اليوم مستعدة لهذه الحرب أم هي فقط مجرد تصريحات إعلامية ردا على الدعم الذي تتلقاه أوكرانيا من أمريكا ومن الغرب أيضا العقيدة النوبية الروسية تقول بشكل رئيس المتبع الآن والتي تؤمن بها روسيا هو المعلن عنها أن السلاح النووي هو سلاح يوم القيامة هو سلاح النهائي عندما تتعرض الأمن القومي وتتعرض أمن التولة الروسية إلى خطر كبير فالسلاح النووي سوف يستخدم ولن يكون هناك أي تراجع بهذا الموضوع ولكن الآن نحن نرى هناك تصريحات والدنية من بعض قادة الغرب أنه سوف يرسل قوات مقاتلة على الأرض إلى أكراعينها ما هو الهدف من ذلك؟ هل سوف تقاتل القوات الروسية أو تحقق توازن آخر أو تقلب الموازين القوى على الأرض على الساحل الأوكراعين طبعا روسيا لا تسمح بذلك هذا طبعا هو هذا الرد أن هناك روسيا تمتلك ثاني مخزون من السلاح النووي في العالم ستة آلاف وخمسمائة رئيس نووي كافي لتدمير الكرة الأرضية عدة مرات وأي تلاعب مع هذه القوى لا يمكن الغرب الآن أثبت أنه لا يفهم لغة أخرى يفهم فقط القوى أنت قوي سوف يتعامل معك أنت ضعيف سوف يقوم بتدميرك هذا هو الحل وجانب روسيا نواسق بقوته وواسق من قدرته الاقتصادية والعسكرية من أجل الدفاع على الأمن القومي تب رأيك اليوم ما هو الحل لإنهاء هذه الأزمة بين موسكو وأوكرانيا؟ الحل كان بسيطا منذ البداية الولايات التحدة الأمريكية عندما تقرر تعدم أمريكية إحلال السلام في كورانيا سوفي وحلت اليوم الثاني في اليوم الثاني سوفي حل السلام في كورانيا هناك مصالح روسية وهناك طبعا من الجانب الروسي طالب بضمانات أمنية بعدم توسيع الناتو بعدم بالتعامل مع الجانب الروسي وتعامل بعين طبعا إلى مصالح روسيا والاتفاق مع ذلك ولو بتحدة الأمريكية هي لا تعين طبعا الاهتمام لهذه المصالح الروسية وللمصالح الروسية فعندما تهتم الولايات التحدة الأمريكية وتقرر أن سوف يكون سلام سوف توقف تزويد الأوكرانيا بالسلاح والمال اللازم من أجل استمرار عجلة القتال والحرب وعند ذلك سوف يتوقف الحال بكل بساطة هذا الموضوع عندما تقرر بتحدة الأمريكية ذلك ولكن حتى الآن تقرر بتحدة الأمريكية هي مهتمة جدا باستمرار استنزاف روسيا لأن هذا يؤدي إلى الدفاع عن مصالحها الأساسية والاقتصادية والقومية شكرا لك دكتور سليم على جميع هذه المعلومات والإضاحات كان معي من موسكو دكتور سليم علي كاتب وبحث سياسي